اتفاق تبادل الأسر لا يزال بعيداً عن الحسم فبعد أربعة أيام من الانعقاد اختتمت في العاصمة الأردنية عمان الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الحكومة والحوثيين دون نتائج فعلية وسط السمرر للجدل بشأن القوائم وعدد الأسر الذين سيستفيدون من عملية التبادل طبقاً لتفاهمة السوكهولم وعلى نهج المقاربة الأممية للملفين الأمني والسياسي القائمة على مبدأ التجزيء للأزمة والحرب في اليمن يبدو أنها تقوم بالأمر ذاته فيما يخص ملف الأسر الذي انتهت اجتماعات الجولة الثانية بشأنه إلى اتفاقاً على بقائها في حالة انعقاد مفتوح لإتاحة الفرصة لمواصلة العمل معاً لوضع اللمسات النهائية على القوائم في المستقبل القريب وفقاً لبيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتنغريفث البيان ذاته أوضح أن لجنة فرعية معنية بلشثامين وتحت إشراف المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والزمن لإتمام تنفيذ تبادل الجثامين تفاصيل هذا الاتفاق كشف عنها عضو الوفد الحكومي نحن الحاسر الذي أكد أن التنفيذ سيتم على عدة مراحل أولها حصر كل الجثامين الموجودة في الثلاجات لمدة شهر ومن ثم الانتقال إلى مرحلة إحصاء الجثامين المدفونة في المقابر البعيدة عن خطوط المواجهات وانتشالها فيما سيتم في المرحلة الأخيرة انتشال الجثث من بين خطوط المواجهات وعد هذا التفاهم الجزئي الذي لا تتوفر ضمانات بشأن تنفيذه لم يتحقق شيء هام على الرغم من أن مكتب المبعوث الأممي يصر على أن المحادثات حققت تقدما هاما في الموضي نحو تنفيذ عملية إطلاق السراحة مستدلا على ذلك بأن الطرفين قدم معلومات إضافية بشأن حالات أفراد المدرجين ضمن قوائم الأسرة وعبر عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرة والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمحتجزين قصريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وذلك من خلال التنفيذ على مراحل التباينات حول عدد الأسرة الذين سيسري عليهم باتفاق السوكهلم تقف على ما يبدو عائقا أمام نجاح هذه المحادثات التي حذر موثل الحوثيين بأنها قد تستمر لأشهر في وقت أقر فيه بوجود 3600 معتقل فقط في سجون الميليشيا من قائمة تضم أكثر من 8500 أسير ومعتقل ومخفي لدى الحوثيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر